أولا موسى وفرعون اللقاء المرتقب الحلقة الثانية وهل أتاك حديث موسى نتناول في هذه الحلقة بالشرح والتفصيل قصة موسى مع فرعون بعد النداء العظيم من الرب الكريم كيف استقبل موسى نداء ربه بالوادي المقدس طوى وماذا أرسله إلى فرعون ما الذي طلبه من موسى ليقوله لفرعون وماذا كان رد فعل فرعون اتجاه ما جاء به موسى كل هذا وأكثر نتعرف عليه في هذه الحلقة المباركة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب بالنسبة والاشتراك في القناة أولا موسى وفرعون اللقاء المرتقب وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى وهل أتاك حديث موسى وما يتجلى فيه من رعاية الله وهداه لمن اصطفاه فها هو ذا موسى عليه السلام فالطريق بين مدين ومصر إلى جانب أبطور ها هو ذا عائد بأهله بعد أن قضى فترة التعاقد بينه وبين نبي الله شعيب على أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ثمان سنوات أو عشرة والأرجح أنه وفى عشرة ثم خطر له أن يفارق شعيبا وأن يستقل بنفسه وبزوجه ويعود إلى البلد الذي نشأ فيه والذي فيه قومه بني إسرائيل يعيشون تحت صياط فرعون وقهره ورد هذا في الحلقات الأولى من قصة موسى في سورة القصص وهي سابقة في النزول على سورة طه لماذا عاد وقد خرج من مصر طريدا قتل قطيا فيها حين رآه يقتتل مع إسرائيلي وغادر مصر هاربا وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب ألوانا حيث وجد الأمن والطمأنين في مدين إلى جانب جوار شعيب صهره الذي آواه وزوجه إحدى ابنتيه إنها جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة سطارا لما تهيئه لموسى من أدوار وهكذا نحن في هذه الحياة نتحرك تحركنا أشواق وهواتف ومطامح ومطامع وآلام آمال وإن هي إلا الأسباب الظاهرة للغاية المضمرة والسطار الذي تراه العيون لليد التي لا تراها الأنظار ولا تدركها الأبصار يد المدبر المهيم من العزيز القهار وهكذا عاد موسى وهكذا ضل طريقه في الصحراء ومعه زوجه وقد يكون معهما خادم ضل طريقه والليل مضم والمتاهة واسعة نعرف هذا من قوله لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقغس أو أجدوا على النار هدى فأهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الأرض ليراها الساري في الصحراء فتكشف له عن الطريق أو يجد عندها القرى والضيافة ومن يهديه إلى الطريق ولقد رأى موسى النار في الفلافة الشراء وذهب ليأتي منها بقبس يستدفئ به أهله فالليلت باردة وليالي الصحراء باردة قارة أو ليجد عندها من يهديه إلى الطريق أو يهتدي على ضوئها إلى الطريق لقد ذهب يطلب قبسا من النار ويطلب هاديا في الصراء ولكنه وجد المفاجأة القبرى إنها النار التي تدفع للأجسام ولكن الأرواح النار التي تهدي لا في الصراء ولكن في الرحلة القبرى ثانيا النداء الأعظم من رب العالمين لما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقن الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجز كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى إن القلب لا يجفه وإن الكيانة لا يرتجفه وهو يتصور مجرد تصور ذلك المشهد موسى فريد في تلك الفلات والليل دامس وظلام شامل والصمت مخيم وهو ذاهب يلتمس النار التي آنسها من جانب الطور ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك إن تلك أغارة صغيرة الضعيفة المحدودة تواجه الجلال الذي لا تدركه الأبصار الجلال الذي تتضاءل في ظله الأرض والسماوات ويتلقى يتلقى ذلك النداء العلوي بالكيان البشري فبحسب الكيان البشري أن يطيق التلقي من ذلك الفيض لحظة وبحسب البشرية أن يكون فيها الاستعداد لمثل هذا الاتصال على نحو من الأنحاء كيف لا ندري كيف فالعقل البشري ليس هنا ليدرك ويحكم إنما قصاره أن يقف مبهوتا يشهد ويؤمن فلما آتاها نوديا يا موسى إني أنا ربك نوديا بطريقة ما فتلقى بطريقة ما فذلك من أمر الله الذي نؤمن بوقوعه ولا نسأل عن كيفيته لأن كيفيته وراء مدارك البشر وتصورات الإنسان ثالثا موسى في حضرة المولى عز وجل يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدسة قوى قيل إنها اسم الوادي وقيل إنها وصفة فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدسة وإنك في الحضرة العلوية فتجرد بقدمينك وفي الوادي الذي تتجلى عليه الطلعة المقدسة فلا تطأهب عليك وأنا اخترتك فيا للتكريم يا للتكريم أن يكون الله بذاته هو الذي يختار يختار عبدا من العبيد وفرض من جموع الجموع تعيش على كوكب من الكواكب هو ظر في مجموعه المجموعة هي ظر في الكون الكبير الذي قال له الله كن فكان ولكنها رعاية الرحمن لهذا الإنسان وبعد إعلانه بالتكريم والاختيار والاستعداد والتهيء بخلع عليه يجيء التنبيه للتلقي فاستمع لما يوحى رابعا ماذا أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى ويلخص ما يوحى في ثلاثة أمور مترابطة الاعتقاد بالوحدانية والتوجه بالعبادة والإيمان بالساعة وهي أسس رسالة الله الواحدة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة الذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتأرضى فأما الألوهية الواحدة فهي قوام العقيدة والله في مدائه لموسى عليه السلام يؤكدها بكل المؤكدات بالإثبات المؤكد إنني أنا الله وبالقصر المستفاد من النفي والاستثناء لا إله إلا أنا الأولى لإثبات الألوهية لله والثانية لنفيها عن سواه وعلى الألوهية تترتب العبادة والعبادة تشمل التوجه لله في كل نشاط الحياة ولكنه يخص بالذكر منها الصلاة وأقم الصلاة الذكري لأن الصلاة أكمل صورة من صور العبادة وأكمل وسيلة من وسائل الذكر لأنها تتمحض لهذه الغاية وتتجرد من كل الملابسات الأخرى وتتهيأ فيها النفس لهذا الغرض وحده وتتجمع للإتصال بالله خامسا ماذا عن ساعة القيامة فأما الساعة فهي الموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل الذي تتوجه إليه النفوس فتحسب حسابه وتسير في الطريق وهي تراقب وتحاسب وتخشى الإنزلاق والله سبحانه يؤكد مجيئها إن الساعة آتية وأنه يكاد يخفيها فعلم الناس بها قليل لا يتجاوز ما يطلعهم عليه من أمرها بقدر ما يحقق حكمته من معرفتهم ومن جهدهم والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي فلابد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه ولو كان كل شيء مكشوفا لهم وهم بهذه الفطرة لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم فوراء المجهول يجرون فيحضرون ويأملون ويجربون ويتعلمون ويكشفون المخبوء من طاقتهم وطاقات الكون من حولهم ويرون آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق ويبدعون في الأرض بما شاء الله أن يبدعوا وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد يحفظهم من الشروط فهم لا يدرون متى تأتي الساعة فهم من موعدها على حضر دائم وعلى استعداد دائم ذلك لمن صحت فطرته واستقام فأما من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل ويجهل فيسقط ومصيره إلى الرضا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى ذلك أن اتباع الهواء هو الذي ينشئ التكريب بالساعة فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا لا تبلغ فيها الإنسانية كما لها ولا يتم فيها العدل تمامه وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الكمال المقدر للإنسان والعدل المطلق في الجزاء على الأعمال سادسا ماذا عن عصى موسى هذه هي الوهلة الأولى للنداء العلوي الذي تجاوض به جنبات الوجود وأنهى الله سبحانه إلى عبده المختار قواعد التوحيد ولا بد أن موسى قد نسي نفسه ونسي ما جاء من أجله ليدبع ذلك الصوت العلوي الذي ناداه وليسمع التوجيه القدسي الذي يتلقاه وبينما هو مستغرق فيما هو فيه ليس في كيانه غره واحدة تتلفت إلى سواه إذ هو يتلقى سؤالا لا يحتاج منه إلى جواب وما تلك بيمينك يا موسى إنها عصاه ولكن أين هو إنما يتذكر فيجيب قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى والسؤال لم يكن عن وظيفة العصى في يده إنما كان عما في يمينه ولكنه أدرك أن ليس عن ماهيتها يسأل فهي واضحة إنما عن وظيفتها معه فأجاب ذلك أقصى ما يعرفه موسى عن تلك العصى أن يتوكأ عليها وأن يضرب بها أوراق الشجر لتتساقت فتأكلها الغنم وقد كان يرعى الغنم لشعيب وقيل إنه ساق معه في عودته قطيعا منها كان من نصيبه وأن يستخدمها في أبراض أخرى من هذا القبيل أجملها ولم يعددها لأن ما ذكره نموذج منها ولكن ها هي ذا القدر القادرة تصنع بتلك العصى في يده ما لم يخطر له على بال تمهيدا لتكليفه بالمهمة القبرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ووقعت المعجزة الخارقة التي تقع في كل لحظة ولكن الناس لا ينتبهون إليها وقعت معجزة الحياة فإذا العصى حية تسعى وكم من ملايين الغرات الميتة أو الجامدة كالعصى تتحول في كل لحظة إلى خلية حية ولكنها لا تبهر الإنسان كما يبهره أن تتحول عصى موسى حية أن تسعى ذلك أن الإنسان أسير حواسه وأسير تجاربه فلا يبعد كثيرا في تصوراته عما تدرك حواسه وانقلاب العصى حية أن تسعى ظاهرة حسية تصدم حسه فينتبه لها بشدة أما ظاهر الخفية لمعجزة الحياة الأولى ومعجزات الحياة التي تدب في كل لحظة فهي خفية قل ما يلتفت إليها وبخاصة أن الألفة تفقدها جدتها في حسه فيمر عليها غافلا أو ناسيا سابعا وقع المعجزة على نفس موسى وقعت المعجزة فدهش لها موسى وخاف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ونردها عصى والسيق هنا لا يذكر ما كره في صورة أخرى من أنه ولا مدورا ولم يعقب إنما يكتفي بالإشارة الخفيفة إلى ما نال موسى عليه السلام من خوف ذلك أن ظل هذه الصورة ظل أمن وطمأنينة فلا يشوبه بحركة الفزع والجري والتولي بعيدا وطمأن موسى والطقة الحية فإذا هي تعود سيرتها الأولى عصى ووقعت المعجزة في صورتها الأخرى صورة سلب الحياة من الحي فإذا هو جامد ميت كما كان قبل أن تدركه المعجزة الأولى وصدر الأمر العلوي مرة أخرى إلى عبده موسى أضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى وضع موسى يده تحت إبطه والسياق يختار للإبط وغراع صورة الجناح لما فيها من رفرفة وطلاقة وخفة في هذا الموقف المجنح الطليق المجنح الطليق من ربقة الأرض وثقلة الجسم لتخرج بيضاء لا عن مرض أو آفة ولكن آية أخرى مع آية العصى لنريك من آياتنا الكبرى فتشهد وقوعها بنفسك تحت بصرك وحسك فتطمئن للنهوض بالتباعة الكبرى لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استواه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقوس أو أجد على النار هدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك لتخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي خارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشيه أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرق علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزم من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده وثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلمنكم في جذوع النخلة ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فأقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحياه ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكاه ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فأضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأدبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد عنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قومي ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت عن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبأتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي غلط عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا يواجله وخشعت الأصوات من الرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من آذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقال خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقناهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أباه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يغلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له ميشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قولهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سوقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طنوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتين بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم لا تنسوا الاعجاب بالموضوع والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة